اللهم صلى وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابه وأجمعين إزايكوا حبيب ألب أغباركوا وعملين يا رب كلكم تكونوا بخير نهاردة بإذن الله معنا فيديو جميل جدا 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 لعشاء تربية البط والرأت الناس كلها اللي بتسألني دايما على الرأت البط نايم أو رائد مع بعضه البط بيعمل حمام على البيض أيا كان مشاكل الرأت كتير جدا 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 من البدال النهاية يعني فيه حاجات كتير جدا وفيه صغرات فيها ممكن أن أنت بسبب غلطة صغيرة ممكن تخلي البطة تقوم من مكانها وتقوم منها على البد وتخسري أكبر عدد من البيض النهاردة هقول لكم على حاجات كتير جدا نتسألت فيها الفترة اللي فاتت والحد مبارح على رأد البط البط بيبت كان بيضة أنهي بطة تقدر تختاريها هتفحصت بيب بتاع البط إمتى حاجات دي كلها هنبتديها من البداية خالص 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 لحد النهاية لحد ما إن شاء الله الفأس يطلع تمام كده وهنشوف برضو معنا كذا حاجة معنا النهاردة في الفيديو عايز أقول لك النهاردة يعني ما شاء الله ربنا يبارك يا رب دي طبعا البطة بتاعتنا عاوز أقول لكم إن هي كانت رأد على البيض هي وبطة تانية وديت من ضمن الأسئلة اللي كانت جاية لقبل كده البطتين بيبيضوا في نفس المكان البطتين رأدوا في نفس المكان طيب هنعمل ايه كل الحاجات دي كلها النهاردة هرد عليكم عليها عايز أقول لك لو أنت أول مرة تشوف القناة يا ريت تنزي تشترك فيها واتفع على الجرس وما تنسيش تحط لايك للفيديو كدعم منك للقناة ويكون جزاك الله كل خير حاشتني جدا 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 أجمل إخوات في الدنيا كل الناس اللي سألت علي جملكو ده على بماغي من فوق والله العظيم قطر ألف خيركو طبعا إن شاء الله يكون في مزان حسناكو إن شاء الله كل دعوة دعتلي بالشفاء يعني إن شاء الله إن شاء الله يكون في مزان حسناكو بشكركم جدا 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 أحلى أخوات في الدنيا والله العظيم حتى يعني بصوا عاوز أقول لكم إن أنا يعني والله العظيم على الوطس مساحته بسبب الكمية الرسائل كتيرة جدا جدا والجهاز معايا وقف كده فأطرر طبعا أنا أمسح الوطس عند نهاية دلوقتي لحد طبعا لما أظبط المساحة وبعد كده إن شاء الله أنا أزره تاني وارجع إن أنا أرد عليكو تاني فسامحوني جدا 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 إن أنا مسحت الوطس مبارح والله بسبب جهاز هنج معايا بين كتر الأسئلة اللي كانت بتدخلي جزاك الله كل خير ويعود لكم إن شاء الله كل طيب بإذن اللي ربنا يبرك لكم ويخليكم لي أحلى أخوات في الدنيا تعالي أدخل في الموضوع بتاعنا النهاردة علشان ما أطولش عليكم وكمان برضو علشان ما تعبش نفسي أكتر من اللازم يعني والله يبصوا بقدر الإمكان بحاول إن أنا أتكلم بدون قحة بدون نهجان لإني يعني الله المستعان ربنا يشفي الجميع يا رب طبعا من ضمن الأسئلة اللي جات لي في التعليقات وعلى الوطس البطي بيبايد في نفس المكان طيب أنا هشرح لكم البطي أول ما بيبايد من البداية خالص لحد النهاية وتقدر تعملي إيه وتقدر تشتغلي مع إيه أنا هنا ببحث بوض البطة زي ما أنتوا شايفين يعني أنا رحت النهاردة كده قلت بقى إيه بقالي كذا يوم غيبة عن المكان قلت رح أبص على البط بصراحة لإني بقالي أكتر يعني من كذا يوم ما رحتش هناك المزرعة فزي ما أنتوا شايفين رحت تلاقي البطتين رائدين في نفس المكان وفي نفس السبت وفي نفس يعني في نفس المكان بالزبط طيب هنعمل إيه معاهم هقول لكم حالا إحنا هنعمل إيه طبعا ما شاء الله عاوز أقول لكم كمان حد ممكن يقول في التحليقات إيه شلي منهم نتاية عاوز أقول لكم النتايتين ما شاء الله اللهم بارك أحلى من بعض يعني الاتنين في التحضين وفي اللي إن هم بيحضنوا البيض وبيطلعوا نسبة فأس بسم الله ما شاء الله حاجة كده جميلة جدا علشان كده يعني أنا محتارة أشيلهم ولا يعني أشيل واحدة ولا اسيب اللي اثنين فكررت بصراحة ان أنا اسيب البطتين مع بعض يرقودهم وهحطولهم البب بتاعهم كامل يعني أنا هحط البيط بتاع البطالية والبيط بتاعي التانية علشان اللي اثنين يطلعوا إن شاء الله مع بعض هم اللي اثنين هاي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربنا هيكرمنا من تحتها بفقس من اللي اثنين بإذن الله تمام طيعا ندخل من بداية خالص كده لو انتي البط عندك أول مرة ان هو يبيض يعني احنا هنتكلم على البط اللي لسه اول مرة يبيض تمام طيب البط عندك اول مرة ببيض او بطتين او تلاتة اي كان العدد اللي انت بيض اللي بط عندك طب هنعمل معهم ايه اول حاجة هتحضري الاماكن اهم حاجة يا جماعة قبل ما البط يبيض بالله عليكم لازم تكونوا محضرين اماكن علشان البط تمام لو تلاقيت البط بط في مكان اللي انتوا اه حطينو يعني في نفس المكان اتلاقيت البط بدأ ان هو يبيض كلهم في نفس مكان واحد او في مكان واحد حاول بقدر الامكان ان انت بقى تفصلي كل بط عني التانية علشان اه كلهم مايرقدوش زي ما انتوا شايفة كده في نفس المكان يعني كلهم رأدو دي كاليا مكان والتانيا كاليا مكان بس طبعا يعني اللي اتنين رأدوا في مكان واحد سبحان الله طبعا تا حاجة بتاعة ربنا احنا لا فينا ان احنا نقعدهم غصبا عنهم ولا بقيدنا ان احنا نشيرهم غصبا عنه تمام اهم حاجة تجهيز الاماكن بقش بقش لكن في حد كان قال لي ممكن نحطه رامل لا الرامل ما ينفعش انهائي ان انت تتحضن عليه او البطة ترقض عليه اني مش هيدفي فحاجة من الاتنين يا اما اش يا اما تي من النشارة برضو انا كنت جربتها قبل كده بصراحة وببط كله كنباز يعني فما ينفعش تحط نشارة او تفرش نشارة تحت البطة برضو ما بيتدفيش قلبي فعندك حاجتين يا اما التب يا اما الاش ما عندكش الاتنين ممكن الكرينة بتاعة المنجدين اللي هي العادية الكرينة اللي هم بياخدوها بينجدوا بها الكراسي والانتراهات والصوالين والحاجات دي تقريبا تقريبا باربعين جنيه اللي هو الربط على بعضها تقريبا باربعين جنيه فلو انت جيبتها طعب معك سنة وزيادة المهم بقى طبعا انت بتحضر الاماكن وبتغطى عليهم كده بخشبة زي ما انت شايفة كده عندي كنت طبعا لما بحط السبب بقوم مدارية كده على البطة بخشبة بقى بلاكاشة باي ضرفة عندك قديمة اي حاجة بلاستيك بسبب تاني ممكن تخبع عليها المهم ان هي لما تطلع طبيع تكون كده مستقلة بنفسها محدش يزعج تفكير الهانم يعني زي ما انتوا شايفين يعني بتبقى عوزة بكده في مكان رايق كده مفيش في دوشة مفيش في تيور تانية طلع ونزل عليها كده يعني فاهمين فلازم ان انت تغطى عليها كده طبعا خلاص بعد ما هتبيت بقى هتبدأ ان هي هتنكت الريش بتاعها على البيت عاوزة اقول لكم ان ممكن في الشتاء ان انتوا ما تنقلوش البيت يعني ممكن البيت تطلع طبيع عليك كل يوم عادي هفش مشكلة حابة ان انت تشيله خوفة ان هو يسخن تحتيها او يحصل له حاجة ممكن ان ان انت تشيل عادي بس انا عمتا في الشتاء لما يكون اللي بطع عندي بيبيت ما بقى اشيلش البيت من مكانه يعني مطرح ما هي ببيض البيضة بصراحة باسبها في الصيف بس اللي ممكن يعني اخاف شوية لان طبعا بتبقى درجة حرارة عالية فبالتالي طبعا لما البطع بتطلع عن هي تبيض على البيت اه ممكن تسخنه هو اصلا بيبقى الجوي دافي فطبعا ممكن تسخنه زيادة عن اللزوم ممكن اللي هو يقطع يبوس كده فبطر طبعا انا اشيله في مكان معتم يكون جايد التهوية والجردل او المكان اللي هو محطوط فيه يكون مفتح يعني داخله تهوية تمام كده طيب بالنسبة لو لو احنا مثلا نحطين جمعين تلات نطي مع دكر في مكان واحد وطبعا كل مكان ليهم او كل واحدة فيهم ليها مكان طبط فيه بس التلاتة بوضو في نفس المكان طيب نعمل ايه في الحكاية دي طبعا في الوقت ده انت حتى لو انت يعني شلتي البيض وحطتي في قفص تاني او حطتي في مكان تاني علشان البط يروح يرقض في مكان تاني فده مش هيحصل يعني بصراحة يعني هيروحوا برضو يبيضوا في نفس المكان بتاع البطة التانية فطبعا ما تتعبش دماغك كتير فاول حاجة ان انت تعمليها ان انت تقومي شايلة بطة البطة اللي هتلاقيها ببيض في الناس فأفص البطة التانية هتشيليها وحتحجزيها مع دكر في مكان تاني خالص غير المكان اللي البطة كان ببط فيه بس طبعا الكلام ده كله جماعة بيبقى من البداية يعني ما بيبقاش بعد ما خلاص البطة باضت وخلصت وخلص طلعة ترقط ومنتوا بقى ايش هيلين وتغيروا الاماكن ما ينفعش تغيير اي مكان للبط مدام خلص بيت الكلام ده في البداية خالص يعني في اول 3-4-5 بطات ممكن ان انت تغيري المكان عادي ما فيش مشكلة انما بعد كده ما ينفعش تغيري ان خلاص البطة اخدت على المكان ما عادش ينفع ان انت تغيري بالذات لما تنكت ريش تنكت ريش فوق البيض كده كده هترقط في المكان اللي هانا كده في الريش مش هترقط في مكان تاني فلازم نكون واغدين بالنا من الحاجات دي تمام بس هي وهو الموضوع بسيط بس هو محتاج شوية حاجات بس كده واهتمامات شوية علشان تقدر ان انت تتحكمي في البطة مش هو اللي يتحكم فيك تمام كده فطبعا زي ما قلتلكو حضري الاماكن بعد كده خل البطة يبيض لو تلاقيت يبيض في نفس المكان حاولي تحجزي البط اللي بيبيض في مكان واحد حاولي تحجزي في مكان تاني يعني تخلي كل مثلا نتاية او كل انتايتين مثلا نفترض ان كل انتايتين مع دقر واحد مش مشكلة حتى لو باضوا في نفس المكان ممكن يطلعوا الاتنين يرقودوا عادي ما فيش اي مشاكل في ناس كتير جدا بتخاف ان البط ممكن يرقود نتايتين على البيض لا ما تخافيش اي حاجة نتاية رأدة زي نتايتين رأدين مش هيحصل اي حاجة بس حاولوا بقدر الامكان والنطي رأدة بالذات بالذات لما يكون في نتايتين رأدين مع بعض حاولوا خلوا المكان ضلمة يعني ما تخلوهمش جعيفين حاجة علشان لما بتفتح عليهم نور او اي حاجة بتلاقي البط بيبدأ ان هو بقى يشوف بعضه فيبدأ يضربه بعض او اي حاجة فاخد اي بالك برضو من الموضوع دوت تمام انا هنا طبعا في المقطع ده انا كنت مرقادة البطة على بيد رومي تمام آآ وطبعا بقى عاوز اقول لكم بعد المقطع دوت ان هما طبعا ما شاء الله ربنا يبارك حطنا لها بالتاني وآآ علشان ترقود عليه فالبطة التانية كمان طلعت ان هي ترقود معها يعني كان بتبت بصراحة في نفس المكان هي اطلعت بقى رائدة يعني مع البطة التانية في نفس المكان اللي كان بتبت فيه فسبحان الله يعني فزي ما قلت لكم لازم تاخدوا باركم الموضوع دي كويس جدا آآ طيب جالي اسألة برضو البط بيعمل حمام آآ على البيت طيب عن حل الموضوع ده ازاي حل الموضوع ده في كلمتين ملخص يعني الموضوع ده كله ان انت آآ كل يوم الصبح بقى هتقوم بدر شوية هتبدأ ان انت آآ تخرج النتاية تاكل وتشرب وتعمل الحمام بتاحها وبعد كده تقومي بدخلها على البيت تاني يعني كل الكلام ده مش هياخد معاك تلات اربع دقايق بالزبط وترجعها تاني على المكان بتاحها لو طبعا البيت بتاحها ايجا علي حمام او اي حاجة بقدر الامكان حاول ان انت تغير القش اللي تحتها كله يعني تشيل القش وتمسح البيت بيهدوء جدا من غير ما ترج البيتة من غير ما تغبط البيتة بدون اي خط بدون اي حركة كتيرة يعني بمسح البيتة كده بشوية ميادة في ينين يعني حتة كده مبلولة او فوطة مبلولة ميادة في ينة كده وحاولي بس تمسح البيتة وبعد كده ورسوا البيت تاني وحطيلي البطة البطة هترقض عليه مفيش اي مشكلة هي بس بتبقى حكاية تعاود طيب بالنسبة للبط اللي هو بيطلع اول ما بنفتح عليه الباب او اول ما بنسر جعله نور او ندخله بيقوم طير فيه وشنا ده بالتالي البطة ده جماعة بيبقى لسه اول مرة ان هو يرقض فبالتالي هو مش متعود فبيبقى خايف شوية فعشان كده قلتلكم لما تحطوا القفص او العش بتاع البطة يرقض اللي لسه اول مرة يبيت فلازم يتغطى بحاجة بحيث انت لو دخلت انت هي البطة هتبقى مدارية مهاش شايفة حاجة وفي نفس الوقت برضو مش هتقوم وهتجري خلاص هي عارفة ان هي كده كانة في المكان بتاعها اخر حاجة بقى عاوز اقولها لكم ان البطة لما بيرقض ما بيبقاش عاوز اي طيور معها خالص يعني بيبقى عاوز البطة زي ما انتوا شايفين كده بتبقى عاوزها تستقلب نفسها ليه علشان ما تقومش وتعب بقى تهر على البيض والبيض تحتها يبوز لان في بطة ما شاء الله لو انت حط طيله بط تاني ما بيرقضش علي يعني لو انت حط طيله بط بط أو بط فراخ ما بيرقضش بيبقى عارف البط بتاعه فاخدوا بالكوا برضو من الموضوع ده لو في اي حاجة تانية برضو كلموني واسألوني ما فيش اي مشكلة انا تحت امرك والله العظيم وشكرا جدا 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 لكل الناس اللي سألت علي مع السلامة وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد اشتركوا في القناة